معنا مراسل الغد من هناك خالد بدير إليك خالد يعني نبدأ بالشواهد الميدانية حازم وعلى ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل الكمائن التي وقع بها منذ ساعات ما قبل المساء وقبيل الانسحاب الجزئي حقيقة من محيط مخيم جنين الشواهد تؤكد على وجود ربما إصابات أو قتلة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة مروحية هبطت إلى الشمال من مدينة جنين في محيط حاجز الجلمة وبشكل مستعجل رصدت مركبة إسعاف إسرائيلية في ذلك المكان وعلى ما يبدو أن جيش الاحتلال يتعامل إما مع إصابات أو قتلة خلال هذا العدوان الإسرائيلي طبعا البيانات على الجهة المقابلة للفصائل الفلسطينية تؤكد على إيقاع إصابات مؤكدة في حارة الدمج وحارة الحواشين بعد إيقاع قوة عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه عمق المخيم في كمين للعبوات الناسفة وقالت أنها حققت إصابات مباشرة على إثر هذا الاستهداف وهذا الكمين وأن جيش الاحتلال تقهقر وحاول الانسحاب من المنطقة باتجاه الدخول من منطقة الجابريات لكنه فشل في ذلك لربما هناك رقابة عسكرية وفق ما ينشر إسرائيليا في هذه اللحظات وعدم الإعلان بشكل مباشر في هذا الموضوع لكن ننتظر الإعلان الرسمي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذه القضية من قبل جيش الاحتلال إذن مرة أخرى للتأكيد خالد قبل ذهب ميدانيا تؤكد طائرة عسكرية تهبط في منطقة حاجز الجلمة الإسرائيلي وشهدت مركبة إسعاف تتعامل ربما مع قتلى وجرح إسرائيليين بعد الاشتباكات التي وقعت في جينين مساء نعم حرفيا بهذه الصورة وهذا الشكل رصدناه في أكثر من مرة خلال الاختحامات السابقة لمخيم جينين وعدة مناطق هبوط الطائرات دليل ولكن وجود مركبة إسعاف توجهت بشكل سريع إلى محيط هبوط الطائرة هذا لربما يعطي إشارات أولية حول أن جيش الاحتلال إما يتعامل مع عصابات خلال هذا العدوان أو مع قتلى في الميدان وهناك الآن وأنا أتحدث إليك حازم وصلني مقطع فيديو مصور للصور في محيط حاجز الجلمة في محيط حاجز الجلمة تصلني الآن صورة لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وعلى ما يبدو أنهم يقومون على التعامل مع عصابة في ذلك الموقع في محيط موقع هبوط الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى الشمال من مدينة جينين هذه صورة الوضع فيما يتعلق بهذه الأنباء الأولية والإشارات الميدانية التي رصدناها لكن حازم من الجدير بالذكر بأن جيش الاحتلال يفرد رقابة عسكرية قد يعلن لاحقا وقد لا يعلن وقد يتأخر في الإعلان إلى حين إبلاغ عائلة الجندي هناك قيود وإجراءات عسكرية إسرائيلية في هذا الخصوص ميدانيا لا يمكن الحديث عن انسحاب هدأت نسبيا الاشتباكات المسلحة حتى هذه اللحظة تحديدا في منطقة مدينة جينين منذ نحو ساعة ونصف هدأت تماما الاشتباكات والانفجارات في محيط المقيم وداخل المقيم لكن لا نعلم خلال ساعات الليل ما الذي يحدث بعض وسائل الإعلام الأجنبية تنقل أن المتحدث باسم جيش الاحتلال ربما صرح لبعض الوسائل الإعلام الأجنبية على وجه تحديد شبكة سيانان القول أن العملية لم تنتهي وهذا يعني يبقي الساعات القادمة يعني في وسط ترقب وحضر شديد حول ما هي الليلة هذه هل سندخل في اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على مخيم جينين ومدينة جينين هل ستتسع هذه العملية سيما وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن ما كان من انسحاب كان انسحاب تحت النار جيش الاحتلال بدأ هذه العملية للوصول إلى المسلحين لكنه تفاجأ عند لحظة الخروج بعدد كبير جدا من المسلحين الذين خاضوا اشتباكات عنيفة في شوارع وطرق ومواقع متعددة من مدينة جينين شمال الضفة الغربية حاسم نعم ابقى معنا خالد بدير مراسل الغد من جينين ونتابع معك في حال جديد في إطار هذه التغطية مجموعة كبيرة من الأخبار المتلاحقة رصدتها لنا الأبرز الآن إسرائيليا طائرة عسكرية إسرائيلية تهبط في منطقة حاجز الجلمة شهدت مركبة إسعاف وعلى ما يبدو أن هناك تعاملا إسرائيليا مع إصابات وقتل إسرائيليا لم يتم التصريح بذلك لكن تم رصد هذه التحركات إسرائيليا كان هناك كمين محكم للفصائل الفلسطينية التي تقاتل في مخيم جينين حارة الحواشين والدمج شهدت هذه المنطقة اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطيني نتابع معكم إذن في هذه التغطية عبر شاشة الغد نتابع هذه الصور هذه الصور نتابعها مباشرة وحصريا عبر شاشتنا هناك فرار مجموعة كبيرة من الشبان يبدو أن هناك مواجهات مع قوات الاحتلال في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر